بين النادي الأهلي ونادي المقاولين العرب إن شاء الله قبل ما نتكلم عن ماتش النهاردة طبعا أكيد المنتخب الوطني هو حديث الساعة وهو اللي واخد جزء كبير جدا من الفترة اللي فاتت في كل كل كلامنا مع بعض أو كل انتباهنا ايه اللي هيحصل في كاس أفريقيا ايه اللي بيحصل في كاس أفريقيا طبعا الحمد لله رب العالمين المنتخب ساعد لدور الستاشر هي بطولة فيها بعض المفاجآت الغير متوقعة وكل بطولة بيبقى فيها كده ولكن الحمد لله إن منتخبنا وصل لدور الستاشر يمكن العروض مش عجبانة شوية أحيانا أو في الماتشين الأخرانين المكسب يعني بصعوبة شوية إنما شفنا منتخبات كبيرة خرجت زي مثلا دي من أكبر مفاجآت طبعا حامل اللقب والمرشح الأول منتخب الجزائر وخرج متزيل مجموعته بنقطة وحيدة وهدف وحيد اللي جابه مبارا كمان غانا هنقول غانا يعني غانا بقالها فترة يمكن في النازل شوية لكن فرقتين من فرقتين من فرق اللي هي الإفريقية القوية جدا جدا إنما شفنا كمان غير خروج الجزائر وغانا مفاجآت في المنتخبات أو بعض المنتخبات اللي بتصعد للدور التاني زي جزر القمر الرأس لغدر جامبيا طبعا أنا ما بقلش من قيمة حد ولكن المنتخبات دي ما كانش المتوقع أنها توصل للدور التاني في منتخبات تقريبا كلها بالاحتياطي محترفين في أوروبا ومع ذلك ودعت البطولة يعني البطولة دي مفاجآت كبير ولكن البطولة دي لو حضراتكم تتذكروا كل البطولات الإفريقية اللي قبل كده الرتم بيعلى يمكن إحنا مش عجبنا أداء معظم الفرق لحد دلوقتي يعني ممكن تقدر تقول أن البطولة مستوى الفني متوسط ولكن البطولة بيعلى الرتم بتاعها أو بيعلى الأداء الفني بتاعها كل ما بتعلى يعني كل ما بنتقدم دور تلاقي الفرق بتعلى لأن انت خلاص انت خروج مغلوب خروج مغلوب يعني لازم تركيز جامد هقولك مش لازم في بعض المباريات تكون انت الأحسن عشان تكسب لا مش لازم ولكن رؤحة عالية بتحترم المنافس بتكتهد علشان تنتصر ممكن يبقى فيه يعني خلل في بعض الأمور الفنية داخل الملعب أو الأمور التكتكية داخل الملعب ولكن المباريات دي زي ما بيقولوا كده إيه يعني أنا محبش الجملة اللي أنا حقولها اللي هي بتاعت تكسب ولا تلعب دي إنما هي فعلا كده هي فعلا خروج مغلوب يعني أنا ما ببصش قوي على العرض أنا كل اللي همني النتيجة كل اللي همني النتيجة أتمنى طبعا إن احنا نعلى الدور الجاي ونعمل أداء كويس وإن شاء الله نكسب كود ديفوار إحنا كنا بنقول إيه الأول كنا بنقول يا ريت نبعد عن الجزائر مش عايزين نلعب الجزائر لو طلعنا تاني مجموعة طب الجزائر بعد بس إحنا مباريح شفنا مستوى يعني فوق الوصف للكود ديفوار يعني فريق قوي جدا 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 يمكن التاريخ التاريخ بينحاز لمنتخب مصر بس هو مش التاريخ بس خلي بالك ده اختبار صعب جدا 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 مش هنلعب على التاريخ ولا على الصمع ولا على المباريات اللي بيننا وبينهما بل كده نحنا لعبناهم 22 مرة كسبنا احنا عشرة وتعديلنا 6 وهما كسبوا 6 لا احنا برضو لازم نكون جمدين في الملعب فيه فنيات وفيه تاكتكس بيحطوهم ميستر كيروش ولكن اللعيبة أنا عن نفسي بقول لو المدير الفني واللعيبة هما اللي بيشيلوا بيشيلوا الليلة او بيشيلوا الماتش انا بقول ان 60% لعيبة في الملعب و40% مدير فني او جاز فني احنا كمصريين اتعودنا على الصعوبات يمكن حتى في كل البطولات اللي احنا خدنا فيها بطولة افريقيا كوت ديفور دايما بتكون والشاء حلو علينا لان في الاربع مرات من البطولات اللي احنا خدناها قابلنا كوت ديفور يعني ان شاء الله مش عايز اقول برضو حكاية والشاء حلو ومش والشاء حلو يعني في الكرة مش قوي الحاجات دي اه ساعات بتفرق مع الواحد في حاجات معينة ولكن الحيطة والشاء حلو والشاء وحش لا دي مش في الكرة ولكن نتمنى ان رتم الاداء لمنتخبنا يعلى باذن الله من دور الستاشر تعال بقى نفكر حضراتكم باصحاب المراكز الاولى